صباح و سهل على كنان، اليوم بدأنا نتحدث عن ColorOS 13 آخر تجديد من شركة أوبو لتليفوناتنا سنتحدث عن كل المميزات الجديدة التي تأتي عليها وليس فقط ذلك، مفروض أن يأتي هذا التجديد على التليفون معكم سأخبركم على رولاد تليفوناتهم يعني أنكم سينزلوا هذا التجديد للتليفونات الثانية وليس فقط ذلك، كل الشيء الجديد والجديد التي تأتي فيها هيا، أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس الذين لديوا اشتراك دعنا نتحدث عن ColorOS 13 موسيقى اعملوا لايك و سجلوا على الكناة، حتى دائما دائما تعرفوا عندما ننزلكون فيديوهات جديدة وهذا هو Findex Pie Pro، صلي جمعة ونصفاً نستعمل ColorOS 13 وليس على التليفون، الشيء الوحيد يمكن أن يأتينا ثلاثة جديدة من عندما نزل وهو بعض التطبيق على البتا، يعني إذا نذهب إلى هذا السيستام ColorOS 13، كما ترونه، على البتا في بعض التليفون ستعطينا المعلومات، كما تلاحظوا أن تغيروا السيستام هنا ونرى كيفية المعلومات محطوطة هنا الزاكرة كلها، الحاسوب، الشاشة، البطارية، رام موجود، البروسيسر والمPU وليس فقط، يمكننا أن نرى الكاميرات، ليس فقط الورانية والإدمانية الاندرويد 13 الموجود هنا، دعنا نقبسها مرة أخرى هنا ساعة من نقبسها مرة أخرى، عندما نقوم بعملها لـ Easter Egg، يجب أن تعملوا الساعة للساعة واحدة لا يمكننا أن نقوم بعمل الساعة للساعة 12، لأنه كما نعرف أن هذا اندرويد 13 وليس اندرويد 12 كما نعرف، الساعة واحدة يعني 13، نستطيع أن نرى هنا، نقبس الكاميرات، تغير كل الشغلات الموجودة هنا شكلة جميلة ومضبوط، وبيني وبينيكم أنا جميلة جميلة وكل هذه الشغلة تأتي مع التجديدات التي نزلتها شركة أوبو على الكالر والرواس على التليفون أول شيء نتحدث فيه هو السيستام الجديد هو الانيميشن وماذا نسميه الاكوامورفيك ديزاين؟ الاكوامورفيك ديزاين مثل ما ترى، السيستام الانيميشن تغيره مثل ما نرى من قبل عندما نفتح التطبيق، نريد أن ينزله، يجب أن ينزله، ينزل إلى تحت مثل ما كنا نستنظرنا يسحب من فوق، سيكون لدينا الآن التطبيق الشلف موجود في قلبه للسيستام يمكننا أن نرى تطبيقات، نزيد على ودجت، الساعة، التقس أيضاً نغيرها، نفتح التطبيق الجديد من التقس مثل ما نرى وليس كذلك، حتى عندما نفتح الحاسوب الموجودة هنا، نفتحها، نغيرها، نرى كل شيء تتغير بالجرافيك تكون كثير منيحة، وشكلها جميلة إذا نفتح على التوقيت أيضاً، نفتح على الساعة هنا على التوقيت، نستطيع أن نرى التوقيت كيف تزبط موجود هنا الآن أنا بالدارك مود، لكن لا تعرفين أين نقلبها، نرى عدة التطبيقات الموجودة هنا النظام على الـ Setting، الـ Control Center لفوق أيضاً نغيره، كل هذه الأشياء تزبطوها جديدة لتصبح بقلب النظام على الـ ColorOS والـ Aquamorphic Design كل الأشياء التي رأيناها من الـ ColorOS 11 إلى 12 ستكون موجودة هنا ونزيدون عليها كل هذه الأشياء التي سأجدكم عليها اليوم الـ Aquamorphic Design موجود جميل، كل هذه الأشياء موجود، يمكننا أن نغير أيضاً أيضاً الـ Icon Packs مثل ما رأيناها من قبل، يمكننا أن نقوم بعمل الـ Material System نقوم بعمل الـ Pebble مثل ما نريد أن نغيرها، والـ Aquamorphic موجود هنا، يمكننا أن نرى كيف تزبط الشغلات جميلة حتى بقلب التطبيق على الـ Gallery، الـ Weather، كل هذه الأشياء موجودة جميلة معناته بآخر شيء أنه السيستام يكون بسيط، هياً استعماله، ونستطيع أن نعرف معنوات كلها تتعرف مهواناً من السيستام الجديد الموجود في الشلف الموجود في فوق، السيستام بالـ Toggles هنا بالـ Control Center الموجود للـ Media Player، لنقدر حتى نعرف أن نغير السيستام من عدة يوزر من عليه للتلفون يمكننا أن نقوم بعمل الإختيار لـ L و أحد أخرى، ننزل عدة سيحبات عليه، ونرى أيضاً التطبيقات الموجودة بالـ Background كثيراً جميلة، وكثيراً منيحة، ومبسوط فيها كثيراً مع أنه بدأنا الآن أن نتحدث عن السيستام الموجود في فوق، دعنا نتحدث عن مشغلات الموجودة جميلة أولاً، لدينا السيستام بالـ Notification مثل العادة نرى ما نرى من قبل عندما نفتحها، لدينا ثلاث خطوط، نستحب بيناتهم كلهم، وعندنا عدة اختيارات الأشياء الوحيدة أتفسركم إليها أن هناك الإختيار جديد يظل الـ Media Player موجود لهم معناته، إذا بدأنا موسيقى هنا، هذه الـ Spotify، سوف أعطيكم إليها نطفى الشاشة، أولاً، نلاحظ أن هناك موسيقى جديد للـ Spotify موجود هناك سوف أعطيكم أن أتحدث عنه بعد قليل وليس فقط، يمكننا أن نقوم بعمل هذا الـ Media Player موجود بأي سيستام معناته، إذا أنا قاعد هنا بلعب بقلب التطبيق على الـ Google Play Store، سحبته من فوق، يمكننا أن نقوم بعمل المعلومات كلها نستطيع أن نغيّر الموسيقى، نوقفها، نغيّرها، نقوم بعمل ما نريدها، ونستطيع أن نصبّر نستطيع أن نصبّر أين يروح الصوت، على السمعات، على السمعات، أو حتى على الأشياء الثانية، إذا موجودين لنا على التليفون كثير حلو، وكثير مزبوط، كما فرجعتكم من ثاني، لدينا التطبيق الموجود هنا بـ Active Apps معناته، نستطيع أن نرى ما هو التطبيق الذي قاعد في الـ Background يستعمل البطارية منه للتليفون إذا لم أبدأ استعملها، سأقوم بـ Stop، يوقف من هناك، يتغيّر لدينا أيضاً الإختيار لعدة الـ Profiles الموجودة هنا، الـ Multi-User Profiles ونستطيع أن نقوم بعمل أيضاً الـ Edit للـ System الموجودة هنا جميلة كثيراً، الـ Data والـ Wi-Fi موجودين لهم، لن يكون لدينا أشكال يكونوا بنفس المحل وعدة أشياء أيضاً موجودة جميلة، وكما أخبرتكم أيضاً، لدينا الشلف موجود الآن، أنا أغيرتكم أنه عندما أسحب من فوق إلى تحت بنصف الشاشة، يقوم بعمل الشلف يمكننا أن نقوم بعمل عدة ويدجت، لدي عدة توقيتات هنا، الوقت في بيروت، في لندن، في نيويورك، وببيجينج حتى أعرف مظبوط أنه عندما أتحدث مع الناس عندما يحدث أي ساعة الوقت بالتوقيت في البلد الثاني الـ Spotify، الـ Step-Counter، الـ Weather كما رأيناها من قبل، كل هذا يمشي مظبوط وشكله جميل عندما أسحب من فوق، الـ Notification Panel بالنصف، نفتح هذا، يخرج من الشلف يمشي مظبوط، وكل شراء ترونه، الـ Animation جميلة جميلة جميلة، رغم أن يجددوها ويوجدها ويوجد لدينا الـ Animation جميلة جميلة، يجب أن تقوم بعمل منيح، وليس لدينا أي أشكال فيها الآن، بدلنا نتحدث عن الموسيقى، ويقومنا عن الـ Spotify، دعنا نتحدث عن الـ Always On Display عندما نتحدث على الـ Settings، بدنا نتحدث إلى الـ Wallpaper والـ Style هنا، كما رأينا من قبل، يمكننا أن نختار الـ Wallpaper، يمكننا أن نغير الـ Always On Display، الـ Theme للتليفون، الـ Font، الـ Icon Pack، كما رأينا من قبل، الألوان، الـ Quick Settings، وغير ذلك كما الـ Fingerprint Animation والـ Edge Lighting، الشراء الجديدة التي تضبطوها بالـ Always On Display، أنه صار لدينا الآن نظامات جديدة، أول شيء، أنه نستطيع أن نستعمل الـ Spotify، هذا بالـ Always On Display، بالـ Contextual Information، مع ناتو، دعنا نفتح من هنا، أدور الموسيقى على الـ Spotify، أعتذر منكم أني طفيت الصوت حتى لا يطلع من الموسيقى بالـ Background، ولكن كما نرى هنا على الشاشة، نرى أن هناك موسيقى موجودة، مجرد أن أنا أطلع على الشاشة، يمكنني أن أطلع على الشاشة، ونطف الشاشة على الـ Always On Display، ويقبس الزر هنا على دغرة حتى تعرف أن أطلع، يصبح لدينا الموسيقى موجود على الـ Always On Display، معنى أنه لم أدورت الشاشة ولا أستعملها، يمكننا أن نغير الموسيقى، يمكننا أن نرجع، نقوم بـ Pause، نغير الـ Player State الثانيين، كله كله ماشي، نغيق أي أشكال، وإن شاء الله يأتي أيضاً تطبيقات زيادة، يمكننا أن نستعملها من الـ Lock Screen، كل الأشياء كما نشرناها من قبل، كما نظبوط، نرى من هنا، نرى على الـ Settings مرة أخرى، على الـ Wallpaper والـ Always On، وهذا هو الـ Always On Display مع الـ Spotify، جميل جداً، ومشي مميح، يوجد عدة تطبيقات أيضاً، يمكننا أن نرى أن نذهب على الـ Always On، معناته، مميحة المسيقات في عدة بلاد، ولكن في أمريكا لا يوجد أيضاً، أيضاً، تطبيق، تعملوا الـ Login، وتعملوا الـ Customizations لتعيدكم، والحلاوة فيه، ليس فقط أنه جميلة أن يمشي لحده، ولكن مثلاً، نستعمل التطبيق هنا، لأنه يتسمع على موسيقى، ومعناته هنا، دعنا نطف الشاشة، ونقدرها مرة أخرى، ونبدأها هنا، مجرد أن تسمع على موسيقى، أغير الموسيقى مثلاً هنا، ونرجع على الشاشة الأساسية، ونعطيها ثانية لترجع، ويتغير الـ System هنا، لأن هذه الحلاوة لـ Bed Moji، وبدأ تعملها جميلة جداً، ونحن تعملوا الـ Customizations لتعيدنا، بعد أن لدينا الـ Canvas، وعندنا الـ Custom Pattern، الذي كنا نستعمله من قبل الكلمات، والـ Omoji موجودين أيضاً، ونحن نغيرها كثيراً، مجرد أن تعملوها، تعملوا Apply، وتطفوا الشاشة، والـ Omoji يخرج إلى هنا، وحلاوة فينا أن نستعمل الـ Omoji أيضاً، لأن يكون الـ Context لتعودنا بالتليفون، وعندما تعملوا التطبيق، يمكننا أن نضع الـ Omoji علىها، يتمشي كثيراً حلوة، وآخر شيء، مثل لدينا الـ Pattern والـ Canvas، كل هذا يمشي مضبوط. الشغل الثاني الزيادة، الذي ينزلون جديد، اسمه InSight والـ Homeland. أول شيء، هذا ما رأيناه من قبل، نحن كان موجوداً على تليفونات Oppo، وهذا، مثل ما رأيناه من قبل، على تليفونات OnePlus، هذا صار شغلة حلوة جاءة إلى هنا، مثل ما رأينا الـ Shelf من شركة OnePlus، صار لدينا الـ Insight، وهذا تستطيع أن تفرجينا كما رأينا من قبل، كم مره نحن عملنا Unlock للشاشة، ونعرف مزبوط كم مره يتزرف النهار، استعملنا الشاشة، وحتى نعرف كيف تروح البطارية لدينا، جميلة كثير، وهذا تشتغل على Always On، وحلوة، يعني إذا بدكم تستعملوها، تعملوا الـ Apply، تسكروها، ونفتحها، ونشوفها هنا، مثل ما تشوف، كم مره أنا عملت الـ Unlock، موجودة لفوق، قد الساعة هلا، وقد بعد عندي بآخر النهار، حلوة، ومهضومة، وما فيها مشكل، وإذا تحب تستعمل الشغلة الثانية كمان، مثلها، مسميينه هون الـ Home Land، هذه هي حلوة كثير، لدينا عدة اختيارات من الضبط الألوان، حلوة شغلات جديدة موجودة، مثل ما شاهدنا من قبل، عندنا الأرقام، وعندنا التوقيت، كلهم، كل هذه الشغلات حلوة، هذه مسميها الـ Bloom، الـ Blossom Wallpaper، هذه الـ Blossom Wallpaper، وهي تعمل مثل النبتة، تكبر، تعمل بلومنج، والحلوة فيها، أن هذه النبتة تمشي بتوقيتنا، ونحن نستطيع أن نضبط فيها التوقيت، حلوة نزيد، لنفرجيكم شغلة مضبوطة هنا، نستطيع أن نضبط فيها، كم ساعة بالنهار، نريد أن نستعمل لهذا التلفون، مجرد أن نضبط التوقيت، نريد أن نستعمل التلفون، فقط ساعة بالنهار، النبتة تبدأ صغيرة، كما نفرجيكم في الفيديو، وتكبر إلى كمية ست ساعات، بعد الست ساعات، يصبح شكله مضبوط، كما نرى، بعد الست ساعات التي نستعملها، ونستعملها سبع ساعات، هذا الـ System يتغير، وتصبح تقريباً مثل الزاز، يعني أن نفرجينا أننا نصلنا فوق التوقيت الذي نحن سبتنا، ونجب أن نعرف حالنا، كما نرى اللون موجود هناك، يمكننا أن نستعملها على الـ Lock Screen ونستعملها أيضاً على الـ Home Screen لا نستعمل على الـ Always On Display، ولكن هذه الأشياء جميلة كـ Wall Paper، ونستعملنا أيضاً أن نستعمل التلفون، ونأخذ على الليلة قليلاً، نأخذ وقتاً نرتاح، نضع التلفون على الطاولة، ونعودها قليلاً قليلاً، الشغل الثاني التي نتحدث فيها أيضاً، رأيناها من قبل، اسمها Multi Screen Connect، هذه الأشياء جميلة جميلة في قلب السيستام، دعنا نعملها هناك، وعندما نرى هنا، لأننا نستعمل على الـ Multi Screen Connect، في الوقت، نحن نعود أن نرى هذه الأشياء، كيف نستعمل معلوماتنا على الكمبيوتر؟ معناته، ننسل التطبيق الـ Multi Screen Connect على الكمبيوتر، ونوصل التلفون بالكمبيوتر، ونسيطرنا على الكمبيوتر، نستعمل معلوماتنا، الفايلات، نكتب رسالات، ميسجز، تاكس ميسجز، كلها من الكمبيوتر، كما أننا نعمل على التلفون، الآن، وزبطوها، وجددوها أيضاً بالـ ColorOS 13، لتعمل مع التابلت جديدة لـ Oppo Pad Air، الحالية فيها هي أنه تمشي مثل ما نستعمل على الكمبيوتر، رغم أن هذه كم مشروع تعمل على أندرويد، نحن نحوّل معلومات، صور، فايلات، نسيطر على التلفون، ومن غير ما نقيم التلفون من جائبتنا، ونجعل التلفون تروح الشاشة تنام، لا يكون لدينا أي أشكال على الشاشة، وننصر في بطارية، ولكن نظلها نسيطر، ونفتح عدة تطبيقات جميعاً، مثلاً، نفتح الـ Gallery، ونفتح تويتر وكل هذه الأشياء، ونستعمل أيضاً تطبيق على الشاشة، لذلك يمكن أن نعطينا ملتي تاسكينج، ويساعدنا نوفر وقت أيضاً، لما نستعمل التلفون مع التابلت، وحتى التلفون مع الكمبيوتر، شغلة من الشغلات الثانية، التي أوجد فيها هنا جديدة، يسميها Auto Pixelite، هذه الأشياء تساعدنا، إذا نحن نبحث عن رسالة، ونبحث عن صورة، ونعرف من هذا الحديث معي، مع التلفون اخرى، لكن، دعنا نقول أننا أخذنا سكرينشاط من هنا، ونقوم بسكرينشاط لنقوم بأدت، لدينا عدة اختيارات، لدينا الـ Pixelite، يجعلنا نقوم بأدت، ونفتح لنقوم بأدت، حتى لا تعرف ماذا نقوم بأدت، مثلاً، نقوم بأدت، ونقوم بأدت، ونرى أخرى، ونقوم بأدت، ونرى المزايك الموجودة في الـ System، هذه ساعدنا بأدت، Auto Pixelite، في الحالة، ونقوم بأدت، ونذينا نقوم بأدت، حتى لا نقوم بأدت، ونقوم بأدت بع 항찬– ونحن نعلم كذلك، وستعملنا بأدت، خاصةً، باحتمButport عن الفيديو هنا، من أولين إنها قل waktu ف탕 wi-fi، وهذا shares Trackرت swords for the kidspace. وهي بعض خصوصاً لعطائد، هل يمكنكم أن تعطون، إلى أطوله octub Matrix يا ni бук be- Ừ symptingen سغير limitation، ا ciel m one… لا يجب أن يستعملوا كل التطبيقات على التليفون يمكنكم أن تضبطوا هذا النظام مثل Kit Space الحالية فيه أن هذا النظام موجود بمطرحين أنا أضع التطبيق هنا حتى نرى لكن مثلاً إذا كنت تستعملوا عادة فقط تسحبوا التطبيق النظام من فوق تقلوا على اليمين وعندكم إيقون يمشي مضبوط أنا خصصت اليوتيوب, التك توك والريبتايد مع الصور والنتفلكس وإذا أريد أن تضبط شغلات أخرى يمكنني أن تضبط على Parental Control كله يمشي مع البيومتراكي مع الفينجر برينت ويزبط التوقيت الموبيل ديتا وكل هذه الشغلات التي يحتاجها وإذا لم يكن يستعملوا الإنترنت يمكنني أن تضبطها جيداً ويستعملوا مضبوط ويمكننا أن نضبطها أمتين ما يريدنا من غير ما نعمل شيء يمكنني أن تضبط على معلوماتنا ويستمتع على معلوماتنا ونظلنا أن نستمتع بكل الشغلات الموجودة فيها الآن التطبيق الثاني الذي أريد أن نتحدث عن هذا ويساعدنا عندما نعمل مكلمات ونعمل مكلمات في الفيديو أو الصوت مع الناس ونحن نقلب مكلمات مثلاً في الويب اكس وفي زوم وكل هذه الشغلات السيستام يعرف أن نحن بقلبه هذا ويوفرنا الاستعمال للتطبيق الثاني بالباكراون ويعطينا كل القوة الإنترنت للتطبيق وليس فقط إذا جاءنا التطبيق بالنصف الحديث تأتي صغيرة وتنقم بسرعة من غير ما توقف في وجهنا ونستطيع أن يزعجنا ويستطيع أن يغيرنا الانتباه على شغلة ثانية حلوة هذه لا يوجدها موجودة على التليفون لا يمكنني استعمالها لذلك سوف أعطيكم الفيديو الذي أعطيه ولكن النظام سيكون حلو إن شاء الله يسميه الـ Meeting Assistant أنا أكد أنكم كلكم المستنظرين لتعرفوا أمين سيأتي هذا النظام على التليفون بشهر أوت الفيندكس 5 Pro والفيندكس 5 سيكونوا أول تليفونين سيأتي بشهر سبتمبر سيأتي على الفيندكس 3 Pro سيأتي على رينو 8 Pro ثم سيأتي من أكتوبر ثم سيأتي على رينو 8 رينو 7 Pro رينو 5G رينو 7 رينو 6 هؤلاء سيأتي في أكتوبر وبعد ذلك كما ترى الصورة الموجودة قدامكم سأقولكم عدة الأشهر الموجودة والنظام سيأتي تقريباً ليس فقط من الآن سيأتي بشهر كل شهر وشهر يزيدوا هاتف جديدة ونرى أي سيستام سيأتي علينا الشغل الحلو فيها أنه ركزوا ويعطونا هذه المعلومات بأول نهار منزلين البتا على هذا التطبيق معناته لا ننطر كثيراً لنعرف أمين تليفوننا سيأتي إذا رأيتوا التليفون تبعكم على الليستة يمكنكم أيضاً توقفوا الفيديو حتى ترى مزبوط لتعرفوا أمين هذه الليستة سيجعلها تقوم بفل سكرين وستطعوا ترى مزبوط كل هذه الشغلات موجودة هنا مفترض أن تأتي على كل هذه التليفونات لا أعرف إذا كلهم سيأتي على السيستامات لأنه هذا السيستام الذي نستعمله أو الآن الفاينتاكس 5 برو موجود على 8 Gen 1 من Qualcomm يعني أحسن الحاسوب وكل هذه الشغلات معقولة عندما ينزلون على السيستام المدرينجر أو الأنتري لفل الشغلة تتغير قليلاً لكن الأهم شيء أننا نعرف أن أوبو ستنزل السيستام الذي يمشي بسرعة يعطينا كل المميزات الحلوة والسيكوريتي سيستامات السيكوريتي بقلب أندرويد يقلبون هذا التليفون رغم أنه هنا سكين فوقه لأندرويد يظبطون كل هذه الشغلات وتعرفون أنه سيأتي تجديد هذا التليفون بالنسبة لي أنا دائماً بمبسط وتشجع عندما أرى تجديدات من الشركات خاصة شركات مثل أوبو لأن تركيزهم كل سنة عن سنة يزبطون النظام من غير ما يبطئون من عندما نقلوا من السبعة إلى 11 إلى 12 و الآن إلى 13 كل سنة يجددون كل سنة يسرعون كل سنة يزيدون المميزات الحلوة لذلك أنا مبسوط أنه دعوني استعملوا هذا و أستطيع أن أشارككم بالخبرة بعد استعماله لمدة جمعة ونص و سأقوم بإجراء إن شاء الله عندما يأتي التطبيق على رينو 8 برو و أعطيكم كيف يمشي التطبيق على هناك شكراً جزيلاً على كل الناس الذين من الاشتراك شكراً لشركة أوبون و دعوني أن أقوم بعمل هذا التطبيق و أعطيكم عليه كله هذا التجديد ليس التطبيق و أراكم إن شاء الله في الفيديو جديد مع السلامة